بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحلقة السادسة والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث لإمام مجدد محمد عبدالوهاب رحمه الله تعالى والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء فأهلا ومرحبا معالي الشيخ حياكم الله وبرك فيكم حياكم الله معالي الشيخ يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الفارق بين المسلم والكافر فالذي يحافظ على الصلاة هذا مسلم والذي لا يحافظ عليها هذا كافر كما قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة نعم وعن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر نعم العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفار يعني الفارق بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر وإن كان يدعي الإسلام الإسلام لا يقوم بدون الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادته نعم وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك نعم وهذا الحديث فيه أنه إذا كان عند الإنسان نقص في أداء فريضة الصلاة فإنه ينظر هل له من تطوع يجبر ذلك النقص هذا فيه الحث على صلاة التطوع بعد الصلاة المفروضة لأن الإنسان عرضة للنقص مهما كان فهو عرضة للنقص فشرع الله صلاة التطوع ليجبر منها ما حصل في الفريضة من خلل هذا في الذي يصلي ولكن عنده نقص في صلاتها من الذي لا يصلي أصلا هذا لا يعيث ولو صلى تطوعا ما يقبل منه إلا بعد أداء الفريضة نعم وفي حديث معاذ ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه بهذا القيد يعني لا يكتفي بالتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله بل لا بد أن يقر بمعناها وأن يعمل بمقتضاها أن يقر بمعناها فلا يعبد إلا الله ويعتقد بطلان كل ما عبد من دون الله عز وجل ولا بد أن يؤديها كما أمره الله سبحانه وتعالى في وقتها وفي أركانها وواجباتها وسننها التي تكملها وإذا حافظ عليها فهو محافظ على دين أول ما يحاسب عنه العبد كما في هذا الحديث أول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله فهي أول ما يحاسب عنه العبد من الأعمال وفي رواية من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة يعني ولو كان عنده ذنوب دون الشرك ودون الكهر وهو يدخل الجنة إما ابتداءا بحيث لا يعذب وإما بعد أن يعذب على ما عنده من الذنوب الكبائر ثم يدخل الجنة بعد ذلك وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم هذا الحديث فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى رفع القلم يعني قلم التكليف قلم التكليف عن ثلاثة الأول النائم النائم حتى يستيقظ ما دام نائما فإنه لا يؤاخذ بما يصدر منه لعدم وجود العقل والنائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ الصغير ليس عليه تكليف حتى يبلغ الحلم بأن توجد فيه علامة من علامات البلوغ إما الإنبات إنبات الشعر الخشن حول القول وإما بالمرأة أن تحيض إذا حاضت أيضا فقد بلغت سن التكليف وإما بأن بأن يبلغ خمسة عشرة سنة البلوغ يكون بالسن يكون بالسن يكون بثلاثة أشياء بالنسبة للذكر إما بالاحتلام وإما بالإنبات وإما ببلغ خمسة عشرة تزيد العنثة على هذه الثلاثة رابعة وهي الحديد نعم قالوا عن المجنون حتى يعقل رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ عن المجنون وحتى يستيقظ لأنه ما دام نائما لا يؤاخذ بما لأنه بدون عقل والمجنون حتى يفيق يعني لو كان كبيرا ولكنه أصيب بالجن المس بالجن هذا ثابت بالقرآن كالذي يتخبطه الشيطان من المس فالجن يخالطون الإنسان يخالطون الإنسان قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فهو يخالط الإنسان وفي هذا رد على الذين ينكرون مخالطة الجن للإنس فهم يخالطونه ويخبلونه ويؤذونه فالمجنون حتى يفيق والصغير حتى يحتلم يعني يحصل منه إنزال يحصل منه إنزال لأنه إذا أنزل فقد بلغ نعم وروا أحمد وأبو داود من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع هذا الحديث أصل في التربية الإسلامية والأولاد تحت ولاية أبويهم ما داموا صغارا فهم الذين يوجهونهم ويربونهم ويتعهدونهم وهم المسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم مروا هذا أمر للوالدين تكليف للوالدين مروا أولادكم يعني ذكورا وإناثا بالصلاة وهم أبناء سبع سنين يعني إذا بلعوا سن التمييز لأن المميز يعقل ما يفعل وتصح منه العبادة ويوجر عليها وتكون بحقه نافلة تكون بحقه نافلة وليتربى عليها من الصغر مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر إذا بلغ عشر سنين فقد بلغ أو قارب البلوغ فإذا ترك الصلاة فإنه يعاقب أما المميز يؤمر بيدغني ضرب وأما الذي بلغ عشر فإنه يؤمر مع الضرب إذا لم يمتثل الأمر عقوبة له واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع في المنام لا يترك الذكر ينام مع الأنثى ولو كانوا صغارا لأنهم مضنة البلوغ في هذه الحالة إذا بلغوا عشرا مضنة البلوغ فيخشى أن تجب الشهوة بينهما ويحصل ما لا تحمد عقباه فهذه تربية عظيمة في الإسلام والمكلف بها هم الوالدان قبل البلوغ أما بعد البلوغ فإنه حينئذ يبلغ ويكون مسؤوليته على ولاة الأمور إذا إذا تكاسل عن الصلاة يضربونه ويعاقبونه ومهمته عند رجال الحسبة أيضا الموكون إليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم أحسن الله إليكم مهاري الشيخ نختم هذا الدرس بتوجيه لمن أحياء أكثر السؤال من بعض الناس الذين يتركون الصلاة لفترات ثم يتوب ويرجع هل يقضي هذه الصلوات التي ترك أسابيع أو أشهر وغير ذلك أو أقل أو أكثر إنما يقضيها النايم إذا نام عنها لأنه معذور النايم حتى يستيقظ فالنايم معذور هو الذي يقضي الصلاة وأما من كان ليس له عذر متركها متعمدا فإنه يكفر ولا تنفعه ولو قضاها لكن عليه أن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها هذا في الناس أو النائم أما المتعمد تارك لا فهذا عليه التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة ولا يتركها بعد ذلك حسن الله إليكم أخيرا ما الكلمة والتوجيه لمن هجر صلوات التطوع والنوافل من سن الرواتب والضحى والوتر وغير ذلك كما مر معنا في الحديث أنها تشفع لصاحبها يوم القيامة النوافل هذه جوابر يجبر بها الله نقص الفرايض إذا يقول الله جل وعلا عند الحساب لملائكة حاسبوا عبده فإذا حاسبوه وصار عليه نقص في دينه قال التمسوا له نافلة يكمل بها ما نقص من الفريضة فالنوافل لها أهمية عظيمة فلا يتساهل فيها الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيدنا وما ترددت في شيء أنا فاعل ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته نعم أحسن الله عليكم السلام الشيخ وضعف مثوبتكم إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس نسلة دروسنا ومجاليسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله هذا يزيد الهريش يترككم في رعاية الله وحفظه والسلام